تحت رعاية وحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي انطلقت اليوم جلسات أعمال منتدى دبي الصحي وذلك بمشاركة واسعة من وزراء وصناع قرار وقيادات صحية وعلماء وخبراء وحضور ما يقرب من ألفي طبيب ومتخصص من داخل الدولة وخارجها وتخلل الملتقى جلسة عملية حول الصحة في المدن الذكية استعرضت النجاحات التي حققتها دبي في مجال الوصول للمدن الذكية كما ركزت على الارتباط الوثيق بين الرعاية الصحية والسعادة والتقارب والتكامل بين البيانات وإمكانية استخدام الذكاء الصناعي واستغلال التقنيات المتاحة لتحسين حياة الناس وأكد المشاركون في منتدى دبي الصحي أهمية تبني التفكير التصميمي في الرعاية الصحية لتحسين تجربة المريض خلال رحلته العلاجية وتلبية تطلعاته واحتياجاته لتحقيق أقصى درجات الرضا الممكنة وتم خلال المنتدى إطلاق مبادرة ساعة السعادة التي تشمل قطع الرعاية الصحية وتجارة التجزئة والضيافة وتهدف إلى نشر السعادة والمساهمة في دعم البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية